جائحة كورونا تحدي كبير أصاب مصر وأكتر ما أصابه وأصاب القطاعات الصحية على مستوى العالم ولكن يمكن في خلال اليومين اللي فاتوا زمالي حكوا حكاية كورونا وأحب أقرارها تاني لأن أنا كنت شاهد عيان في هذا التوقيت لما رحنا للسادة الرئيس في بداية أنا أتصورك كان في آخر مارس أو أول إبريل 2020 وقلنا للسادة العالم ماشي إزاي العالم بيقفل العالم ساعتها دول متقدمة كبيرة دون ذكر أسماء انهار المنظومات الصحية اللي فيها وكان هناك حالة رعب لنتيجة عدم وجود كتالوج للتعامل مع هذه الخضية وكان سادة الرئيس من خلال لجنة تم تشكيلها لمتابعة هذا الوضع مع دولة رئيس الوزراء إسبوعيا كنا بنجتمع يمكن ناس كتير ما تعرفش كواليس التعامل مع جائحة كورونا دعم مادي ودعم معناوي ودعم سياسي من سادة الرئيس بالوضع إن إحنا ما نقفلش ونبقى عندنا توازل ما بين التعامل مع القضية في ضوء ظروفنا الخاصة اللي لا تتحمل إن الناس تقدر تقفل سواء اللي يعودوا من الجامعة والمدرسة والمصانع تقفل والخطة التنمية تنتهي كان معادلة صعبة حطت علينا ضغط في العمل كبير جدا حاولنا مستشفيات إلى مستشفيات عزل حاولنا مدن جامعية إلى أماكن عزل قدرنا نتعامل في ضوء إمكانياتنا ونوفر بعد كده الطعوم المناسبة علشان نقدر أن نحمي مواطنين مصر ونصل إلى أكتر من 60% من الشعب المصري تم تطعيمه بجرعات كاملة زينا زي أي دولة متقدمة ده ما كانش أمور ممكن الواحد يعملها من غير ما يكون فيه قيادة سياسية بتتابع وبتدعم وبتقول الدكتور معيد شوف اللي هم عايزينه كله فيما يخص المستلزمات والمستهلكات وأجهزة التنفس الصناعي والتطعيمات وتتجاب فورا في ظل ضائقة مالية اقتصادية عالمية ولكن الدولة المصرية من خلال تكليف ساتر رئيس للحكومة أنها متوفرش أي دعم ممكن يكون يفيد أي مواطن بسيط وده كان حكاية وقصة أزمة كورونا اللي عصفت بالعالم وأتصور أن احنا قدرنا بشهادات دولية أن احنا نعبر هذه المحنة في ضوء إمكانياتنا بشكل أعتبر أنه ناجح جدا